اولياء الله سبحانه وتعالى طبقتان اولياء الله طبقتان سابقون مقربون واصحاب يمين مقتصلون سابقون مقربون هذه طبقة واصحاب يمين مقتصلون هذه الطبقة الثانية وذكر الله تبارك وتعالى الطبقتين في كتابه العزيز فقال سبحانه وتعالى عن طبقة الاولى والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين ثم قال وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح ممضود وظل ممدود وماء مسكوب فسمى السابقين وسمى أصحاب اليمين وقال سبحانه وتعالى في آخر سورة الواقعة فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وفي سورة الرحمن ميز سبحانه وتعالى بين السابقين المقربين وبين أصحاب اليمين فقال ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان دوات أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان وهكذا بدأ يذكر ما أعدى للسابقين الأولين ثم ماذا قال وبعد ذلك ومن دونهما جنتان يعني أقل فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان هناك دوات أفنان هنا مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان هناك عينان تجريان هنا عينان نضاختان وهكذا من قرأت سورة الرحمن يعني خاتمتها ومجزة الفرق بين السابقين وبين أصحاب اليمين ظهر ذلك لها واضحة